ماذا بعد مباراة الزهاب ما بين الزمالك وناضي بركان جوزي جوميز قلق للعيب أتكلمها جوزي جوميز كان مداء جدا بقى يعني أبو علي أول كان بيتكلم بيقولك أن نتيجة الزمالك أنتجة جباية فعلا نتيجة جباية هدف سيف الدين الجزيري بقدر الزمالك أفضلها في القائل العودة 1-0 تخلص البطولة الصالحة كاني ولكن جوزي جوميز مداء جدا من ما بين الشطين من هناك من المغرب يعني هو داخل غرفة الملابس ومداء جدا قال لهم أنا بتكلم مع لعيبة كبيرة ما كانش ينفعل الشكل اللي ظهرنا عليه في الشط الأول خاصة يا كريم أنه عنده بعض النقاط اللي كان شايف أن غريبة جدا لعيبة زمالك منفزتهاش وبالتحديد خط الدفاع باستثناء عمر جابر هو راضي جدا عن عمر جابر عمر جابر من اللعيبة اللي هو الرغم أن أنت لو تلاحظ ما حدش تكلم على عمر في الزهاب كله كان بيتكلم على زيزو وجزيري وجزير رقم واحد كمان يعني ولكن جوزي جوميز بالنسبة له عمر جابر أكتر لعب نفس تعليماته في المباراة قال لهم أنا من البداية قلت أن الفرقة رسمالها أنها تعتمد على الرقالات السابتة اللي حوالي من منطقة الجزاء على الكور العرضية على الأمور اللي شبهت كده ما تدلهمش حاجات مجانيا وما أخدش الفريق اللي قدامي لحاجات مجانيا انتوا وما عملتوش أي حاجة من اللي احنا تكلمنا فيها ده في محاضرة اللي هي بين الشوتين كان متضايق جدا ولهم أنا مفروض معاها لعبة كبيرة ولما أقول حاجة هي اللي تنفس في الملعب وكان متضايق جدا قال لهم عم بدا عندنا شوت تاني نعوض فيه لما خرج بعد المباراة اللعبة كانت متضايقة كانوا بيتكلموا بعض وفيه لهم بينهم وكان ممكن نخرج هنا بنتيجة أفضل ولأ وإحنا قصرنا وكان لازم يبقى فيه أفضل من كده كنا نقدر نكسب ونقدر نعمل نتيجة أفضل هنا في المغرب فالراجل دخل بعد المباراة قال لهم خلاص الموضوع انتهى هنرجع للقايرة عندنا مطش مهم هيحسم كل حاجة لما رجع للقايرة ويتكلم معهم هو هو نفس الموضوع قال لهم أنا منتظر من العواد يعني أفضل من كده في المباراة القادمة منتظر من خط الدفاع نفس الكلام بدأ يتكلم على السلبيات اللي حصلت هناك في المباراة اللي هناك وخاصة تحديد نشوط لأول وموضوع الدربات السابتة أو الرقلات الركنية إزاي نهضة بركان بيعتمد عليها وهي راس ماله في المباراة وإن كل ده هيشتغل عليه في التدريبات وعشان كده هو حتى كان عنده تحفز كمان على الجابهة اللي هي فيها فتوح طلب من الجهاز الطبي سرعة تجهيز مصطفى شلبي للمطش اللي جاي ولكن خليني أقولك إن المصطفى صعب جدا يكون المطش اللي جاي على الورق هو مستحيل يلحق مستحيل النسبة واحد في المية ما بيعتش مستحيل صعبة جدا النسبة واحد في المية صعبة جدا على الورق ما يلحقش ولكن اللاعب عنده رغبة التأهيل بيتحسن وبيتطور الجهاز الطبي عنده أمل عشان كده هيشتغل لغة آخر لخزة مع اللاعب لإني كمان جزي جميز عنده رغبة كبيرة جدا إنه مصطفى شلبي يكون موجود معاه عشان كده الموضوع مش هحسمه لك زي ما تقولون بنسبة المية في المية طيب